نعمل منقيش الزعتر والجبنة اول حاجة للمنقيش الزعتر والجبنة محتاجين 3 كبايات دقيق محتاجين نص كباية مية دافية محتاجين نص كوب مية دافية لأ نص كوب دي معلش يعني دي مش صح تمام؟ المية الدافية لأ محتاجين كوب مية دافية تمام؟ معلقة كبيرة خميرة رشة ملح معلقة آه كوب مية دافية تمام؟ وعندي هاخد لبن بودرة 3 معالق تمام وهنشيل البيضة بعد اذنكم ومعلقة زغيرة سكر وعلبة زبادي او بدل علبة زبادي نقدر نحط لبن بودرة يعني عندنا الاختيارين يعني نحط علبة زبادي يعني نحط لبن بودرة بتدي كده تروة فاللي انتم حابين تشتغلوا بيها تقدروا تشتغلوا بيها عندي 3 كبات دي ايه كبات ماء دافية معالقة كبيرة خميرة رشة ملح معالقة زغيرة سكر علبة زبادي او 3 معالق سكر لبن بودرة ومعندي ناشط بيضة شلناها 3 معالق زيت زتون الحشو عندي كبات زعتر نص كبات زيت زتون نص كوب جبنا حدقة بقدونس مفروم جبنا شدر اصفر وورنج مبشورين تمام دي افكار الحشو ونقدر كمان نعمل حشو بالعصاج بتاع اللحمة اي حاجة احنا حابين نعملها تقدروا تعملوا اشتركوا في القناة